موسيقى نشرة مفصلة تتابعونها مباشرة على قناة الجزائر الدولية البداية من فلسطين المحتلة حيث أصيب شاب واعتقل آخر الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الصيوني مخيمة دهشا جنوبي بيت لحم فيما قال نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء إن قوات الاحتلال اعتقل 13 فلسطينيا خلال حملات دهم شنتها في مناطق عدة بالثفة الغربية واقتحمت قوات الاحتلال الصيوني فجر الأربعاء مناطق متفرقة بمدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة وذكرت مصادر إعلامية أن الاقتحام أدى إلى اندلاع موجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان ويذكر أن قوات الاحتلال الصيوني كثفت وجودها العسكري بقرى وبلدات محافظة جنين السبت الماضي وأشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة بها أقر الكيان الصيوني قوانين تتيح لمجرمين تولي حقائب وزرية عشية منح الكنيس تأثقة لحكومة اليمين المتطرف التي يترأسها مجرم الحرب بن يمين تنياهو خطوة يقول مراقبون أنها ستزيد من متاعب النظام المغربي المطبع أمام الجبهة الداخلية التي تشهد احتجاجات متصاعدة ضد التطبيع منذ أشهر على بعد خطوة واحدة من إقرار الكيان الصيوني تشكيلة حكومة تعد الأشد تطرفا في تاريخه يجد النظام المغربي المنغمس في التطبيع إلى شحمتي أذنيه نفسه في وضع لا يحسد عليه فتزكية الكنيسة المرتقبة يوم الخميس المقبل لحكومة يمينية متطرفة يقودها السفاح بن يمين نتنياهو وتمريره ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تتيح لأي شخص مدان بجريمة لم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية في هذه الحكومة يسقطان آخر أوراق التوت عن سوءة هذا النظام الذي سيجد نفسه مجبرا على التعامل مع حكومة قتلة مجرمين انصياعا لاتفاق أبرهام اتفاق العار الذي أقر استئناف العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم تحذيرات فلسطينية متكررة من تداعياته الخطيرة ومنها حكومة الكيان المرتقبة التي اعتبرها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تحذيرا لإعلان حرب على الشعب الفلسطيني يقودها غلاة المستعمرين حرب يعد النظام المغربي شريكا فيها بعدما منح الكيان صكا على بياض باتفاق لم يجني منه سوى خزي وغضب شعبي متصاعد اتشهد معظم المدن المغربية منذ أشهر احتجاجات مناهضة لمسلك صدع القصر الملكي به رؤوس الشعب المغربي تحت حجج واهية تداعت واحدة تلو الأخرى فلانتعاش اقتصادي لمسه أو رأاه أحد ولا اعتراف بمغربية الصحراء تحقق من راع أمريكي قضى من النظام المغربي وطرا ورحل تاركا إياه في مواجهة مصيره مع شعب غاضب مغتاض من بيع كرامته لعدو لئيم يعرف القاصي والداني أنه يأخذ ولا يعطي كشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي عن تفاصيل استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار في إطار عمليات استرداد الأموال المنهوبة وشيرا إلى أن حصيلة المبالغ المسترجعة مؤقتة ومرشحة للارتفاع الوزير الجزائري وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الجزائري أكد أن مسار استرداد الأموال المنهوبة تم على الصعيدين الداخلي والدولي بتسيق مع السلطات القضائية لثلاث دول معركة بلا هوادة على الصعيدين الداخلي والدولي تخوضها السلطات الجزائرية في سبيل استرداد الأموال المنهوبة مع تمكن أجهزة الدولة من استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال والممتلكات قيمة مرشحة للارتفاع في ظل تواصل مجهودات جهاز العدالة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من استرجاع أكثر من 4000 ملك عقاري وأكثر من 200 عقار صناعي منها مصانع لتركيب السيارات ومصانع للأدوية ومصنع للإسمنت المحجوزات الأخرى تشمل أكثر من 200 بناية قيد الإنجاز و21 فندقا ومحطات للوقود والخدمات عمليات استعادة الأموال المنهوبة امتدت إلى حجز أساطيل من المركبات والطائرات والمعدات ممثلة في 23 ألف ملكية منقولة منها طائرات وسفن وزوارق وأكثر من 4000 شاحنة وحافلة كما تم ضبط مجوهرات وأحجار كريمة وحجز شركات وقنوات تلفزيونية المحجوزات مست أيضا 7000 مركبة فلاحية وأكثر من 6000 حساب منكي نتائج إيجابية لم يكن تحصيلها بالسهل أو الهيان بل عرف أشواطا من التحريات والمفاوضات الشاقة حيث تم التواصل والتنسيق من كبل السلطات القضائية الجزائرية مع نظيراتها الفرنسية، الإيطالية والأمريكية فرغم التعقيدات التي شهدها مصار استرداد الأموال على الصعيد الدولي بسبب اختلاف الأنظمة القضائية استطاعت العدالة أن تحقق نتائج إيجابية أجهزة الدولة الجزائرية مجنادة ومتأهبة لاسترجاع كل دينار أخذ بطريقة غير شرعية على حساب الوطن والمواطن تحركات ومساعي تشرف عليها العدالة والهدف استرداد كل الأموال المتأتية عن جرائم الفساد على المستويين الوطني والدولي أعلن وزير الصحة الجزائرية عبدالحق سايحي عن الشروع في إنجاز مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني خلال الأيام القادمة من جهة أخرى كشف محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمجموعة استطمار القابضة القطرية إن المستشفى الجديد يعد نقلة نوعية في القطاع الصحي في الجزائر وإفريقيا باعتباره أكبر مستشفى في القارة الصمراء أكبر المنشآت الصحية في إفريقيا سترى النور قريبا بالجزائر بالكشف عن رزنامة أولية لإنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني بتأكيد وزارة الصحة الجزائرية الشروع في أشغال تجسيده خلال الأيام القادمة علاقات التعاون والأخوة التي تربط البلدين ستعزز بشكل أكبر مستقبلا في ظل مشاريع الشراكة والتعاون المقرر إنجازها مشروع المستشفى القطري الجزائري الألماني الذي ستنطلق أشغاله في الأيام القادمة يحظى بأهمية كبيرة ويشكل لبنة جديدة في تعزيز علاقاتنا الثنائية الصرح الطبي الكبير الذي يعد مشروعا واعدا بشراكة ثلاثية ينتظر توقيع الاتفاق النهائي بشأنه وفق مقتضيات قانون الاستثمار الجديد بالجزائر سنوقع قريبا على مذكرة الاتفاق النهائي للمشروع وفق البطاقة التقنية المطلوبة بناء على قانون الاستثمار الجديد في الجزائر الذي سيعزز ويسهل فتح شراكات واسعة في كل المجالات وفي قطاعات مختلفة منها قطاع الصحة إلى ما هو أبعد من الارتقاء بخدمات التشخيص والخدمات الإكلينيكية والجراحية والتقديم الرعاية التطبيبية بأعلى جودة يتخطى المشروع الحلم إلى تحقيق أهداف قيمة بإنشاء مدرسة من شأنها أن تكون حاضنة للكوادر الطبية بالتأكيد المستشفى الجديد الذي يعكس العلاقات الطيبة بين الجزائر وقطر يعد نقلة نوعية للقطاع الصحي في الجزائر ويفريغيا باعتباره أكبر مستشفى في قارة إفريغيا من حيث الكفاءات الطبية التي سيتوفر عليها وأكذا التخصصات التي سيوفرها مع إنشاء مدرسة تضمن تكوين وتأهيل الكوادر الطبية بما يتوافق وتطورات العالمية الحاصلة المستشفى الجديد خطوة عملاقة في القطاع الصحي بالجزائر والقارة الصمراء نموذج آخر في استثمارات ثنائية تشمل الاتصالات والحديد والصلب لكنه أيضا لبنة أخرى في الشراكة الجزائرية القطرية متعددة القطاعات والأبعاد توقعت غرفة الطاقة الإفريقية أن تقود الجزائر أعمال الحفر البرية والاستثمارات في التنقيب عن النفط والغاز خلال العام الداخل وأظهر تقرير توقعات وضع الطاقة الإفريقية في عام 2023 الصادر عن المنظمة سعي الجزائر لتعزيز استثماراتها في التنقيب البري بفضل استثمارات قائمة وجديدة من شأنها أن تعزز هجمنتها على صناعات المنبع استثمارات الاستكشاف الواسعة التي تطلقها عديد الحكومات في إفريقيا كسبيل لتعزيز احتياطاتها من المحروقات وضعت القارة الصمراء كخلية عالمية في أنشطة المنبع في الصناعة النفطية والغازية توجه انقادته الجزائر بتربعها على قائمة أكثر البلدان استثمارا في التنقيب والاستكشاف البري بحسب التقرير الصادر عن غرفة الطاقة الإفريقية في ظل سعيها لتكثيف نشطات المنبع لرفع احتياطاتها المؤكدة من المحروقات التقرير المعنوان توقعات وضع الطاقة الإفريقية في عام 2023 استندت توقعاته إلى مساعي الجزائر في تعزيز انتاجها الطاقوي مدعومة باكتشافات ضخمة جديدة في أحواض بشار وإليزي واحتياطات جديدة في المنطقة الشمالية من حوض بركين أنشطة الحفر البري شهدت دفعة جديدة من الاستثمارات بعد إبرام البلاد عقودا بين سونتراك وإن الإيطالية توتال الفرنسية وأكسي الأمريكية بالإضافة إلى تشكيل شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز بين الجزائر وتركيا شركات وعقود جعلت الجزائر تهيمن على عمليات تنقيب الاستكشاف في القارة متبوعة بليبيا التي حل ثانية بعد توسيع إيطالية وربسالة الإسبانية أنشطتها الاستكشافية كما يتم تكثيف عمليات التنقيب في حوض سرد مع عزم مؤسسة النفط الليبية ضخ استثمارات جديدة إلى جانب الجزائر وليبيا تعرف ثلاث دول أفريقية أخرى حركية كبيرة لنشاطة المنبع منها أوغاندا وكينيا في محلت في المرتبة الخامسة تشاد برصيد معتبر لمشاريع التنقيب والاستكشاف أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ثلاثاء بالدعم العربي والإفريقي والدولي الذي يتلقاه المجلس للدفع بملف المصالحة الوطنية والوصول إلى تحقيق نتائج المرجوة منه المنفي وخلال لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحضور المندوبين الدائمين للدول العربية بمقر الجامعة أثناء الثلاثاء على دعم الجامعة العربية لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمصاري العملية السياسية خاصة أن ذلك يستجيب بشكل مباشر لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة أعبر لكم عن تقدير دولة ليبيا وإيماننا العميق والمطلق بأهمية دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية من حث الأطراف الليبية على الالتزام وتنفيذ قرارات خارج الطريق وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بالخصوص ودعمها لكل ما في من شأنه التسريع والدفع بمصاري العملية السياسية بدولة ليبيا كما كشف المنفي عن لقاء قريب سيجمع مجلسي الدولة والنواب بدعم من البعثة الأممية ضمن مقاربة هيئته لحل الأزمة طلاقا من معالجة النقاط الخلافية بين المجلسين وصولا إلى التوافق على القاعدة الدستورية بعد التعثر المستمر من العمل الذي يحدث بين مجلسي النواب والدولة في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة طريق فطرح المجلس الرئاسي مقاربة لحل الأزمة تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم البعثة بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهم من أجل الوصول إلى التوافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تلبي تطلوات الشعب الليبي وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قضت الشرطة في نيجيريا على الشخصين يشتبه في ارتكابهم عمليات خطف في أحدث حملة استهدفت المجرمين في ولاية ديلتا الجنوبية وذكر متحدث باسم الشرطة في ديلتا بريت إذافي أن المشتبه بهما قتل أثناء محاولتهما الفرار من الحجز في مدينة واري وأوضح إذافي أن فريقا من دوريات الشرطة اعتقل المشتبه بهما يوم سبت في واري بعد العثور على ثلاثة خراطيشة حجة في دراجة ثلاثية العجلات كان المشتبه بهما يستخدمانها قررت هيئة طيران المدني الصومالي الأربعاء تعليق جميع الرحلات الجوية التي تستخدم مطار مقديش الدولي باستناء طائرات كبار الشخصيات والإسعافات وطائرات الطوارئ وأرجعت الهيئة في بيان قرار تعليق الرحلات إلى عطب فني كما أوضحت أن تعليق الرحلات يستمر إلى غاية السادسة مساء بتوقيت مقديش أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن عمان لعبت دورا أو دوما دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات النظر حيال مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق عبداللهيان وفي تصريح له خلال زيارته إلى مسخط أكد أن سلطنة عمان تعد مركزا للحوار الإقليمي حول مختلف القضايا سواء تعلق ذلك بإيران أو الأزمات الإقليمية نفى الكريملين الأربعاء وجود خطة سلام لدى أوكرانيا حتى الآن متهما كيف بأنها لا تأخذ حقيقة اليوم بعين الاعتبار وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف في تصريح له أن عدم اعتراف أوكرانيا بانضمام المناطق الأربع الجديدة لروسقا يحول دون أي خطة سلام ممكنة مشددا على أن التوجه نحو المسار ذاك ينبغي أن يكون مشروطا بالاعتراف بانضمام كل من زاباروجيا دونيتسك لوغانسك وخيرصون إلى روسقا انتقدت الخارجية الصينية سعي طايوان لاستخدام الشعب كوقود حرب وفق وصفها وذلك من خلال قرار تايبي تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية من أربعة أشهر إلى عام واحد ابتداء من سرة 2024 وفي تصريح له حول قرار السلطات الطايوانية قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانجوان بين إن البوت من أجل الأنشطة الانفصالية لاستقلال طايوان لا قيمة له على الإطلاق منوها بأن مواطني طايوان يتحلون بقدر كبير من البمادئ التي تخول لهم اتخاذ موقف رافض لذلك إن تحقيق إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم هو الإرادة المشاركة لجميع الشعب الصينية إنه حدث تاريخي عظيم لا يمكن وقفها كما أن النضال من أجل المهمة العظيمة المتمثلة في تحقيق إعادة التوحيد الوطني أمر لا يقدر بثمن والموت من أجل الأنشطة الانفصالية لاستقلال طايوان لا قيمة له مطلقا نعتقد أن مواطني طايوان على قدر كبير من المبادئ ولن يكون وقود حرب للانفصاليين لاستقلال طايوان أعلن وزير الداخلية الباكستانية رانا سناء الله الثلاثاء عن اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بظلوعهم في التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة إسلام باد بسيجارة مفخخة وأسفر عن مقتل ضابط الشرطة وقال رانا سناء الله في تغريدة له نقلا عن مصادر أعلامية إن من بين المعتقالين منفذ التفجير الذي وصل إلى مدينة راوالباندي من منطقة قبلية في كورام فيما لم يكشف رانا عن هوية المعتقالين أو عن تفاصيل أخرى ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب أرجاء متفرقة من الفلبين إلى خمسة وعشرين قتيلا فيما أصيب تسعة آخرون وفقد ستة وعشرون شخصا وأفد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين بثضرر ما يقارب ألفا ومائتي منزل فيما نزح أكثر من واحد وثمانين ألف شخص من منزلهم واضطروا للإقامة في مراكز إيواء أمرت المحكمة العلقة الأمريكية الثلاثاء بمواصلة تطبيق إجراء الحدي من اللجوء ما يمنع ألاف المهاجرين من عبور الحدود وألغى القرار الذي تم اعتماده بخمسة أصوات أو خمسة أصوات مؤيدة مقابل أربعة معارضة قرارات المحكمة العلقة التي قضت بوجوب انتهاء العمل ببند الصحة العامة لقانون الولايات المتحدة ما يعني أن السياسة ستظل سارية المفعول حتى صدور حكم نهائي فاقت العاصفة الثلجية التي تعصف بالولايات المتحدة منذ أسبوع مخاوف أسواق الطاقة العالمية لسيما في أوروبا بعد تجمد آبار الغاز والأنبيب في مناطق إنتاج رئيسة ما يزيد القالق بشأن عودة الأسعار إلى الصعود لسيما في ظل تزايد الاحتياجات في الشتاء عاصفة القرن والعاصفة الثلجية التي تعصف بأكبر اقتصادية العالم للأسبوع الثاني على التوالي تضع امدادات الغاز نحو أوروبا في خطر إذ جمدت موجة الطقس السيئة أبار الغاز والأنبيب ما يزيد من احتمالية عودة الأسعار إلى الصعود لسيما في ظل تزايد الاحتياجات في الشتاء الوضع يتجاوز محظة خمينات بل حقيقة ملموسة تؤكدها أرقام تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عقد من الزمن الجمعة الماضية فرغم التحسن الطفيف في امدادات وحدات محالجة الوقود الأزرق في أنحاء بلاد العمصام لكنه لا يزال أقل بنسبة عشرة في المئة تقريبا مقارنة بالمعدل الطبيعي بحسب تقديرات نشرتها وكالة بلومبرغ الأمريكية مشيرة إلى أنه من المنتظر انخفاض امدادات وقود التدفئة إلى 2.4 و50 مليار متر مكحب العاصفة الثلجية تسببت أيضا في تحطل الحديد من الأبار في مناطق الانتاج الرئيسية بما في ذلك أكبر بورد في تكساس وتقلصت الامدادات عبر 48 ولاية بما يقرب من عشرة مليارات قدم مكحبة في الوقت لدى ارتفع الطلب المحلي إلى أعلى مستوى يومية منذ أوائل عام 2019 علما أن مليار قدم مكحبة من الغاز تكفي لتزويد نحو 5 ملايين منزل أمريكي بالطاقة لمدة يوم كامل ترجع في الانتاج وتعطل في الشحنات إلى جانب ارتفاع الاستهلاك الداخلي ثلوث يضح الامدادات الأمريكية من الغاز على المحكة في وقت تعاول أوروبا على الشحنات القادمة من وراء الأطلسية لتكون بديلا للامدادات الروسية في ذروة أزمة طاقة تعصف بالقارة العجوزة نشرتنا تمت تابع أثوان فورنيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الجزيرة الدولية في خدمتكم دائما طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة